اشتركوا في القناة يدروسه علمي من نقابة الأطباء البيطاريين يؤكد أن هناك إصابات وبمواقع مختلفة وبعيدة عن بورة الإصابات الأصلية وبتاريخ 27 منشوف هذا الفيديو اللي قدامكم اللي بالجرفات والقلبات تنقل العجول والأبقار النافقة نفوق بقرة التاريخ 1-3-2023 وبعدين بيجي معالي الوزير بقول أن هناك تعافي تدريجي ومعنى تعافي تدريجي أن هناك إصابات تتعافى قاعدة هذه الإصابات يعني فيه تخبط غير مقبول شوفوا هذا كان أحد الموظفين في وزارة الزراعة هذا استقال وطلع برى البلد بيشتغل بنفس الموضوع وهو متابع وخبير بهذه القصة بقول الغريب أن هذا المرض سياسي وحساس جدا ودائما الوزارة هي المعنية في التعليق وأقصد هنا زملائي وأنا أحد منهم ويتابق الوضع الحالي غريب زملائي في وزارة الزراعة وينهم مين اللي بكتب التقارير للوزير كيف ينبعث كتاب للسعودية ونقولهم أنه سيطرنا على المرض خلال أسبوعين وفي قوانين التصدير بعد انتشار المرض يجب أن يتم الإعلان من خلال الأو آي إي هي اللي بتبلغ أنه المرض خالي وبطل فيه موجود ولا لا وبتابع بقول فيه شي غلط وغير مفهوم الوزارة حاليا وضعها سيئ جدا وعلى المستوى الدولي والكتب والتصريحات اللي بتصدر من وزارة الزراعة معساة حقيقية يعني واضح أن من يدير المشهد غير مختص ولا يعرف ماذا يحدث شوفوا بالله عليكم هذا الكتاب من وزارة الزراعة من الوزير شخصيا بعثه للسعودية بقول فيه أن إجراءات الوزارة سليمة في معالجة التفشي الوباء وأنه بعده وبناء على ما تم ذكره على نرجو منكم التكرم باستئناف عملية استيراد المواشي الحية طيب ما عليك ما في حدا حكالك أنه في حال انتشار مرض في هناك قوانين للتصدير بعد انتشار المرض في منظمة صحية اللي هي الـ OIE منظمة الحيوان وهي اللي بتبلغ الدول أنه المرض انتهى معاليك أو لا تعرف أنه في وزارة الزراعة معاليك في مندوب في كل وزارات العالم الزراعية في مندوب لهذه المنظمة وعندنا في الوزارة الزراعة في مندوب للمنظمة وهو موجود مشان هذه الغاية يعني منظمة هي اللي بتبلغ السعودية أن الوباء انتهى أو انحصر الحلقة السابقة حكيت أني رح أطلع بوثائق تدل على نقل موظفين وطنيين من مراكز مهمة في وزارة الزراعة ما بمشوا الأمور حسب الأهواء واليوم تفضلوا هذا الكتاب هذه مذكرة داخلية صادرة من رئيس مركز زراعي على أحد المنافذ الهامة جدا يقول الكتاب الموضوع إرسالية تحتوي طيور حية من لكسنبورغ ويقول صاحب الكتاب لإعلامكم بأنه تم إدخال طيور حية من لكسنبورغ وذلك بدون إرفاق نتيجة فحص انفلونزا الطيور ونيو كاسل مخالفة للشروط لشروط الرخصة من قبل المناوب في المركز الزراعي المشارعي للإطلاع والتوجيه حسب المذكرة طيب بدي أسأل معاليك وين هذا الموظف الأمين الآن وين تم نقله وليش ومين اللي أمر المناوب إدخال شحنة الطيور حية بدون فحص ولصالح مين دخلت معقول معاليك بنفس الطريقة تم إدخال أبقار وعدول مصابة من دول موبوءة بالحمة القلاعية وما تم اتباع البروتوكول المعروف في موضوع الفحص وعندي عشرات الكتب والوثائق اللي جايها الدور إن شاء الله بنشر وكلها تحمل علامات استفهام مريبة معاليك وين الكفاءات اللي موجودة في وزارة الزراعة ليش ما يتولوا هم إدارة المشهد في هذا الموضوع لماذا تم استبعادهم؟ معقول هاي منظومة تطوير العمل الإداري؟ أليس غريبا أن تبدأ الوزارة بالبحث عن بديل للحليب الطازج واستبداله بحليب البودرة اللي الوزارة نفسها منعته اللي هو حليب البودرة قبل سنوات منعت المصانع تعمل منتجات البام للحليب المجفف؟ معقول بعد ما كان عندنا فائض في إنتاج الحليب الطازج بنصير ندور على حليب مجفف وزارة الزراعة طلعت علينا ببيان بتقول أنه اللجنة الدولية المشكلة أصدرت تقريرها حسب موضوع الحمى القلاعية طيب معلش يا وزارة الزراعة تنشر التقرير الدولي كله للعلن؟ أين نتاج التقرير؟ لماذا تخفو هذا التقرير؟ نريد التقرير بالكامل في بيان لوزارة الزراعة حسب الموضوع عن نفس الموضوع اللي بحكي عنه طلعت إشي شكل مقتضب عن التقرير الدولي بتقول وزارة الزراعة أنه الأعلاف اللي استوردتها جمعية الأبقار من العراق هي سبب نقل عدوى طيب تفضلوا شوفوا موقع ونظمت الصحة صحة الحيوان الدولي شو بقول؟ يا سادة يا كرام التقرير الأول اللي قدامكم بقول أن انتشار الحمى القلاعية في الأردن بثمانية اتناعش الفين واثنين وعشرين والثاني بقول أنه ظهر الوباء في العراق بتاريخ ثلاثة واحد الفين وثلاثة وعشرين طيب كيف بالله عليكم يجانم العراق وإحنا المرض عندنا ظهر قبل العراق طيب نرجع لمنظمة الفاو اللي مكتبها بعمان وممكن حدا يجاوبني يا وزارة الزراعة ليش مكتب عمان الفاو هو اللي طرح عطاء المطاعيم اللي تغير فيها عطرتين رئيسيات؟ معقول وزارة بحجم وزارة الزراعة بتخلي مكتب الفاو هو اللي يطرح العطاء؟ ليش الوزارة ما طرحت العطاء؟ طيب بدي أني الحلقة بسؤال اللي معالي الوزير معالي وزير الزراعة ليش مكتب الفاو أو المنظمة الفاو أهدت مكتب معاليك سيارة؟ ومكتب الوزارة مش محتاج عنده سيارتين ليش معاليك ما وجهت هذا الدعم المستحق لأردن من قبل المنظمة لدعم المزارعين مسخمطين؟ أو استبدلت السيارة بعيادة متنقلة خاصة أنه مكتب معاليك في وزارة الزراعة مخصص لسيارتين وبجزء أكثر معقول معاليك هذا دور المنظمة الدولية اللي احنا مشاركين فيه يهدو مكاتب الوزراء سيارات سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر